يأتي برنامج الحكومة الجديدة في إطار الجهود المفزولة لتحسين الأداء الحكومي وتقديم الخدمة العامة بشكل شفاف وفعال وتستكمل الحكومة جهد تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وبناء أواصر الثقة بين المواطني والدولة أبرزت التحديات المختلفة أهمية ضمان الثقة ما بين المواطنين والحكومات لتحسين سير العمل بالمؤسسات من هنا تعمل الدولة على تحسين مستويات الحوكمة والأداء الحكومي بالأضافة إلى العمل على سيادة القانون في برنامجها الرئيسي تستكمل الحكومة جهود تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وبناء أواصر الثقة ما بين المواطن والدولة إذ يعزز الحكم الرشيد العلاقة ما بين المواطنين والدولة في هذا الإطار يمكن تنظيم العلاقة ما بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان حول أربعة مجالات هي المؤسسات الديمقراطية وتقديم الخدمات العامة وسيادة القانون ومكافحة الفساد فالحكومة تستهدف إرساء أسس ودعائم الحكم الرشيد والانفتاح الحكومي من خلال التعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين من خلال دعم مشاركة المواطنين في صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة ومواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين إلى جانب مواصلة العمل على إتاحة المعلومات والبيانات أمام المواطنين لتعزيز الشفافية فضلا عن تعميق ثقة المواطن في الحكومة وإشراكه في جهود وتحديات التنمية وإيمانا منها بما يمكن أن يحققه بناء الثقة ما بين المواطنين والحكومة من الدفع قدما نحو التقدم تعمل الحكومة على خلق مزيد من قنوات الاتصال المجتمعي لتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين وقياس مدى رضاهم عن أداء الحكومة وتقييمهم للسياسات الحكومية من خلال إجراء استطلاعات رأي دورية تتسم بالحيادية والنزاهة واستمرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كمسار موازن للتواصل ما بين الحكومة والمواطن فضلا عن مواصلة مراحل الحوار الوطني لتعميق الحوار السياسي والاجتماعي بين النخبة الحاكمة والمواطنين ويأتي تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالإنجازات الحكومية المتحققة والجهود المبذولة مع الاهتمام بتوضيح الحقائق ونفي الشائعات كأحد برامج الحكومة نحو بناء الثقة جنبا إلى جنب مع القضاء على الفساد والمحسوبية في شغل الوظائف العامة وضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين وتستهدف الحكومة أيضا خلال برنامجها تعزيز سيادة القانون إذ يسهم ذلك في تهيئة بيئة ملائمة لتوفير سبل العيش المستدامة والقضاء على الفقرة فإتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة يعززان سيادة القانون من خلال العمل على تطوير نظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والإدارية بالاستعانة بتطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إعمالا لمقتضايات التحول الرقمية وتعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة تعمل الحكومة على مواصلة التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها إلى جانب العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية وتتيح التكامل الرقمي ما بين هذه الجهات والهيئات